كابتن جمال إزاي نادي الزمالك يستغل هذه الحالة اللي قالها كابتن أحمد وأكد عليها كابتن أحمد عبد حليم يستغلها إزاي نادي الزمالك الحالة لعدم الالتزان لخسارة ثلاث متشات داخل أنت مع فريق خسران ثلاث مباراة إزاي تستغل هذه الحالة وتقدر تكسب هذه المباراة لازم أضغط على الفريق الإسماعيلي يعني وزي ما عيد لسه بيقول زمالك بطل الدوري في فروق فنية كبيرة جدا بين لعبة الزمالك وبين لعبة الإسماعيل يعني الكواليتي مختلف كواليتي لعبة الزمالك مش موجود في مصر مش موجود في أفريقيا فالكواليتي ده بيبان لما يبقى فيه إسرار وفيه روح إنما لو مفيش إسرار ومفيش التزياد مفيش تركيز مفيش روح هتلاقي الكواليتي ده الفريتين هيبقوا زي بعض فدايما التركيز بيبقى عامل مهم جدا حالة اللعيب النهاردة بتبقى مهمة جدا نهاردة اللعيب زي ما اتكلمنا قبل المباراة الزمالك والأهلي فيه 3-4 لعيبة ما كانوش موجودين في المباراة فلما بتفقد 3-4 لعيبة في مباراة مهمة زي دي تخسر المباراة على طول فهو ده اللي احنا مش عايزينه بموجود عايزين اللعيبة كلها تبقى يعني الضغط اللي قد يكون فيه ضغط على لعبة الإسماعيلي طبعا قلال الحالة النفسية والبدنية اللي هم كانوا عليها قبل التوقف كل هزي الأمور انت بموجود نظرك النزامك لازم استغلها بشكل جاي بالظبط كده ماينفعش ان انا اسيب المباراة مش تروح مني بس اسيب المباراة للظروف لا ماينفعش ماينفعش اسيبوا المباراة للحكم اسيبوا المباراة للوقت عمالي عدي وانا مش عارف المباراة راحة فين لا ماينفعش كل الكلام ده لازم انا اللي ابقى الفعل مش رد الفعل شكرا